طبعاً لسه مستمرين مع حضراتكم وحلقتنا من صباحنا مصري اليوم ممتدة لمتابعة العملية الانتخابية في المحافظات المختلفة خليني أروح مع حضراتكم دلوقتي لمحافظة المينيا وزملنا كريم كمال لتعرف أكتر على سير العملية الانتخابية نعم زملتي أدى بعد التحية وأسادة المشاهدين في كل مكان برنامجنا صباحنا مصري الوضع هنا في محافظة المينيا في المرحلة الأولى من إعادة الانتخابات مارثون مجلس النواب عام 2020 بنتحدث عن أن كافة اللجان الانتخابية هنا في محافظة المينيا وفتتحت في تمام الساعة التسعة من صباح اليوم عملية إقبال المواطنين على اللجان المختلفة ما زالت نستطيع أن نرصدها بأنها بالنسبية مقارنة بساعات الصباح الأولى خاصة وأن انشغال المواطنين في أعمالهم حتى الانتهاء منها في الثالثة من عصر اليوم نتحدث عن أن دوائر المحافظة ست دوائر كافة الدوائر بها إعادة على المقاعد النظام الفردي خاصة المركز السادس وهو مركز مدينة درمواس والذي كان مؤجل به عملية الاقتراع على النظام الفردي في المرحلة الأولى خاصة وأن الهيئة الوطنية للانتخابات قد قبلت أوراق أحد المرشحين وفي خلال هذا الأمر تم تأجيل الانتخابات على النظام الفردي في المرحلة الأولى إلى الإعادة وبهكذا كافة الدوائر الستة هنا في المحافظة بها إعادة على النظام الفردي نتحدث أيضا عن أن تستمر عملية وعي المواطن المنياوي بأهمية النزول والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي خاصة وأن تحقيق أحلام المواطنين أو تحقيق أحلام المواطن بشكل عام بيتوقف على عدد من النقاط أهمها الذي يمثله من عضو مجلس النواب من توصيل صوته وتوصيل أحلامه وتوصيل أيضا آراءه إلى الحكومة بنتحدث عن أن هناك العديد من النقاط في هذا الأمر خاصة وأن تأتي هذه الانتخابات في ظل جائحة كورونا وفي كل هذه الأمور هناك وعي من المواطن بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء دخولهم إلى اللجان الانتخابية لكن عزيزي مشاهدين دعوني نتعرف عن الوضع بشكل خاص هنا في محافظة المينيا من خلال عملية إقبال السادة المواطنين على اللجان الانتخابية ومعي على هوا مباشرة الدكتورة منال أبو سامرة مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة المينيا أهلا بك دكتورة أهلا بحضرتك دكتورة أنا عزيزي من حضرتك المرأة المينوية المرأة السادية بشكل نعام مشاركتها في كافة الاستحقاقات الدستورية التي سبقت يعني كانت بالشكل الملحوظ لرأيناها المرأة العمود الفقري للأسرة المصرية فمشاركتها في هذا الاستحقاق الدستورية هو أمر واجب عايزة عرف أن حضرتك في البداية تعاملتم إزاي ما هذا الأمر من خلال المرحلة الأولى وقبيل المرحلة الأولى الاستحقاق الدستورية الهام مجلس الشورى وأيضا نحن الآن في اليوم الأول من مرحلة الأعادة يعني حدثين عن أهم النقاط اللي استعادتها من خلال هذه الأمر وهذه الانتخابات المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بتدينا توجهات مهمة جدا أن احنا لازم نوعي الست سياسيا فكريا لازم نعرفها حقوقها وواجباتها فيه استحقاقات دستورية منحتها ميزة أن أنت لازم تنزلي ولازم تشاركي ولازم تأدي دورك دورنا إحنا كمجلس قومي للمرأة أن احنا نعرفها أن الست أنت مش كما مهمل أنت شيء مهم جدا في الأسرة أنت عمود الأسرة مش مسؤولة عن نفسك بس مسؤولة عن نفسك وعن أولادك وعن أسرتك وبالتبعية تبقي مسؤولة عن المجتمع وعن بلدك وعن عيلتك الكبيرة بنبتدي الأول حراك فكري ده أن دايما أي حاجة عشان تنفذها لازم محتاجين فكريا أن نحرك الميه الراكدة نشغل مخ الست نعرفها إيه أهميتك في الدنيا أنت لك دور مهم أنت منتش كما مهمل فبقينا ننزل نعمل ندوات توعية ثقافية للسيدات في القرى في النجوع عملنا ندوات تسقيف سياسي وفكري في كذا مكان عملنا مع الشباب والرياضة عملنا مع الطرق والنقل عملنا في الأزهر عملنا مع مكتبة مصر عملنا في الجماع تعاملنا مع الناس في القرى وفي النجوع المجلس القومي في محافظة المينيا عندنا 406 رائدة عندنا عدد من الأعضاء حوالي 14 أو 16 عضو في الفر كل مركز فيه رائدات وفيه أعضاء بننظم ندوات للتسقيف الفكري أن لازم الست تفهم أهميتها إيه وأن فيه حاجة كويسة فعلا في الأيام دي أن سيدات الرئيس مديها اهتمام فعلي مديها مكان مديها مقاعد في البرلمان مقاعد في الشيوخ ليه أنت تسيب كل ده لا المفروض أن أنت تاخد حقك طالما إحنا بندهولك اتفضلي انزلي شركي صوتي ورينا هتعمل إيه وده دور مهم جدا عملنا كده في الشيوخ وعملنا كده في الانتخابات البرلمان في المرحلة الأولى وحاليا في الإعادة في الشيوخ ما كانش فيه إعادة خالص الحمد لله في المينيا كله في الأيام الانتخابات بيبقى فيه تواصل عن طريق لنا أعضاء بيبقوا متواجدين في غرفة العملات المركزية اللي في المحافظة في السنتر بيبقى عندنا تواجد للأعضاء في غرفة الفار وبقى الأعضاء والرائدات منتشرين على مستوى المحافظة في جميع المراكز بيوصلونا الصور بيوصلونا الأخبار بيوصلونا إذا كان فيه مشاكل وجهتهم خط الشكاوى مفتوح محام الفارع المتواجد أي مشكلة من تواجهنا بنبلغ بها القاهرة برضو المركز الرئيسي في القاهرة للمجلس القومي بنحاول نزال للصعوب لا الدنيا كويسة وأنا شايف أن فيه حراك سياسي كويس دكتورة منالي يعني المعروف عن التصويت هنا في محافظة المينيا يتسم بعض الشيء بالقبال والمعروف أيضا أن كافة الندوات أو كافة التوجهات اللي بتقوم بها المجلس القومي للمرأة لا يستهدف المرأة فقط لكن يستهدف كافة الفئات ويستهدف كافة فئات الشعب خلال هذا الأمر اتعملته معا زي عمليات التصويت القبلي والعصبيات في هذا الأمر هو الملاحظ فعلا أن لما بيبقى في حد نازل لتبع بلد أو تبع قبيلة أو عيلة إحنا جزورنا الصعادية ولازم بتضغى شوية لو لك حد قريبك بتنزل تصوت ملكش حد ما بتنزلش ده دورنا برضو أن احنا نغير الفكرة ده لازم الفكرة كل ده يتغير لأن انت مش نازل عشان قريبك انت نازل عشان البلد انت نازل عشان روحك وعشان مستقبل ولادك بكرة وبعده عايزين نشيل حتة القابلية دي من التفكير ان احنا لازم ننزل نقد دورنا أين كان المرشح ابحسي سيرش عنه ودوري يعني فيه ناس يقولك أنا معرفش المرشح الفلان أوكي ده دفكت منه ومنك ماشي هو عمل لقاءات نازل على الفيس عمل تجمعات وقال ودعاية طب أنا عملت إيه لا أعودي ودوري وعرفي اسم المرشح اللي هتنتخبه المرشح اللي نازل في الدائرة ايه مؤهلاته ايه أعماله ايه فكره هيقدر يفيدك هيقدر يفيد البلد ايه البرنامج الانتخابي بتاعه عشان بكرة وبعده نقدر لا فيه وعي دلوقتي ان يقدر يقولك لا العضو ده مجلناش الناب ده احنا ما شفناهوش الناب ده ما بيوصلش صوتنا للقيادات فده دور فعلا الأعضاء مجلسية الشيوخ والبرلماء انهما يوصلوا الصوت بمطالب البلاد خصوصا الصعيد الصعيد من المناطق الشوية يعني بعيدة عن القاهرة فيه خدمات كتير نقصانة نتمنى طبعا ان القيادة السياسية تبص للصعيد شوية بعين الاعتبار يعني من خلال هذا الامر دكتورة يعني محافظة المينيا بشكل خاص شهدت العديد من المشروعات التنموية والمشروعات القومية من خلال اربع سنين مضت بنتحدث عن لو قمنا بتقسيم المشروعات فعلى مجال المينيا التحتية اعادة اعادة تقيل كونيشن نيل محور سملوت الغربي لذي يربط الشرق بالغرب بالاضافة الى اعادة تجديد مستشفى المينيا الجماعي افتتاح مستشفى المينيا الصدر في مدينة المينيا الجديدة بالاضافة الاسكان الشباب الاجتماعي وغيرها كل هذه رمب الفعل يعني من خلال هذا الامر توصيل هذه المشروعات وتوصيل ما هو قادم مشروع افتتاح اكبر مصنع السكر في غرب ملوي يعني كل هذه المشروعات توصيلها للمواطن والنتائج الايجابية اللي هتعود على المواطن المينياوي شباب وفتيات توفير فرص عمل كل هذه النقاط دوركم اتعملتم معها ازاي دورنا الاعلان عنها لان في ناس كتير ما اتعرفش يعني احنا مبارح كنا حضرين احتفالية مع سيادة المحافظ اللي هو اسامة القاضي وسيادة النايب دكتور محمد محمود ابو زيد في القوات المسلحة بدعوة من اللي هو اسامة فياض والعميد تامر افتتاح مصنع جويل في القوات المسلحة ده مصنع جميل جدا تصنيع التشيرتات تصنيع ملابس بكل ما تشملها حتى اللوجو بيتصنع ما كان على اعلى مستوى كل العمالة اللي فيه من ابناء المينيا وكلهم شباب خريجي هندسة وخريجي معاهد تكنولوجيا فتيات وولاد لا كان حاجة كويسة وحاجة جميلة فطبعا لوحد لما بيشوف حاجة زي كده المفروض ان احنا بنعلن عنها وبنوصل الصوت وده دور المجلس القومي للمرأة احنا بنشارك في المشاريع التانموية اللي تخص المحافظة ككل دكتور مانالي يعني خلال الفترة السابقة شاهدنا زيارة لأكثر من وزير في الحكومة لمحافظة المينيا دكتورة نبيل أقباج وزيرة التضامن يعني ايضا دكتورة نبيلا مكرم وزيرة الهجرة وخاصة ترى الدكتورة نبيلا اللي عقدت احدى الندوات عن الهجرة غير الشرعية والامر اللي بيتسبب يعني زي ما بيقول ببالد الصداع للأهالي من خلالكم تعملتم ازاي مع هذه النقطة خاصة وانا هناك حلم دائما بالهجرة حلم تحقيق الربح في الخارج حليتوا ازاي المشكلات؟ طبعا اغلب الشباب عنده فكرة بقى الفردوس المفقود ان اول معد البحر انا هياخدوني بالاحضان بصراحة الهجرة الغير شرعية حاجة جميلة جدا الشغل اللي تم فيها سيادة الوزيرة جت عندنا دكتورة نبيلا مكرم وسيادة المحافظ عملنا تدريب للرائدات الريفيات لمدة يومين في مبنى المحافظة وبعد كده عملنا طرق ابواب في القرى والنجوع والارياف راحوا اتكلموا مع الناس وكده عملنا جهزنا مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر مع جهاز المشروعات ومع التضامن الأرمان من الجامعات الجميلة الداعمة ومصر الخير ابتدينا نحرك ونعرف الشباب ان انت لو روحت انت مش هتلاقي الدنيا وردة قوي يعني لأ ده انت ممكن تموت في السكة ده انت ممكن تروح تبقى تجارة أعضاء فيك معرض ان انت تتاخذ للمافيا والداعش وأمثاله واخد كان وحصل وجبنا ناس واتعاملنا مع ناس وشوفنا الأخبار قصص حية للهجرة الغير شرعية ومشاكلها وقصص حية لنجاح شباب هنا في المينيا تمام جبنا أمثلة زي صاحبة محلات هندي اللي عاملة بالهندي مئة حاجات جميلة جدا شاماء شكل اللي فتح سلسلة مطاعم هنا في المينيا يعني دكتورة ملال الحديث بيطول في هذا الأمر والعديد من النقاط الهامة لكن أخيرا عايز أختم حضرتك اليوم الأول من عادة الانتخابات حضرتك قلت أنك استعدتهم قبيلة الانتخابات بالعديد من الندوات والعديد من المقابلات مع السيدات النهاردة اليوم الأول اللي هيحصل فيه كي طبعا فيه غرفة عمليات منعقدة بشكل دائم سريعا اللي نوعين تعملون النهاردة وبقر المتابعة المستمرة المتابعة المستمرة وحث السيدات على النزول يعني الأعضاء والرائدات الريفاد بيحثوا السيدات على النزول أنا مش مهمة عندي تديمين ومش دوري أن أقولك رشحي فلان ضد فلان لا دور المجلس فقط حث السيدات على المشاركة ونزول الإدلاء بصوتهم وكده وإن شاء الله يبقى كل خير للبلد بإذن الله دكتورة منالة أبو سمرة مقرر المجلس القوم المرأة في محافظة المينية شكرا جزيلا لك يا فندي وسعيد جدا على هذه المدخلة شكرا جزيلا أنا أسعد شكرا يعني عزائي المشاهدين كما رأينا المرأة لها وضعا خاص المرأة المينيوية بشكل خاص بتشارك في هذا الاستحقاق الدستوري الهام إعادة المرحلة الأولى على النظام الفردي من انتخابات مجلس النواب عام 2020 اليوم الأول مازال مستمر رصدنا مع بعض أهم النقاط وأهم الاستعدادات اللي قام بها المجلس القومي للمرأة هنا في المحافظة بشكركم على هذه المتابعة الحية